اشتركوا في القناة جاء ذلك بمشاركة اكثر من 300 متسابق من عمر 17 سنة واقل ومشاركة متميزة من الاطفال من ذوي الهمم وبمتابعة من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة شارك انجال سموهما سمو الشيخ شيمة بن حمد الخليفة وسمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد الخليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ عبد الله بن خالد بن حمد الخليفة وسمو الشيخ حمدان بن ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ خالد بن ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ ناصر بن خالد بن حمد الخليفة وسمو الشيخ سلمان بن خالد بن حمد الخليفة في فعالية الايرون كيدز وقد شهدت الفعالية مشاركة كبيرة وحظيت بحضور واسع من عوائل المشاركين مبدين اهتمامهم البالغ وحرصهم على تشجيع أبنائهم لإنهاء السباق والنجاح بالحصول على الميدالية المشاركة وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن بطولات الآيرون كيدز تسهم في تعزيز الثقافة الرياضية لدى الأطفال وتغرس فيهم الشغف لمواصلة ممارسة رياضة الترايثلون وأوضح سمو أن المشاركة الواسعة التي شهدتها سباقات الآيرون كيدز تبرز بوضوح ما حظيت به هذه الفعالية من نجاح باهر استحقته البحرين عن جدارة مؤكدا سموه على حرصه المتواصل على دعم فئة الأطفال في الحقل الرياضي وتعويله على ما سيقدمونه من عطاءات ومنجزات يسطرها تاريخ البحرين ويتخذها نواة لمنجزات أعظم وأكبر في المستقبل وستقام السباقات الرئيسية لبطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي 70.3 بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم حيث ستشتمل البطولة على مسابقة السباحة ثم الدرجات على أن تختتم بمسابقة الجري وحددت لجنة المنظمة موقعا خاصا لفعالية السباق إضافة إلى الجري فيما ستنطلق مسابقة الدرجات من موقع البطولة وستجوب شوارع المملكة حتى حلبة البحرين الدولية لتعود من جديد إلى قرية البطولة بمنطقة الريف وستمر مسابقة الدرجات بمعالم البحرين لإبراز الازدهار العمراني الذي تعيشه المملكة اشتركوا في القناة